موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وأوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحفة لهذا اليوم والبداية مع صحيفة معاني في الإسرائيلية التي نشرت مقالا بعنوان دورية حزب الله قالت فيه في اليوم الذي غادر فيه سليمان قصر الرئاسة خطب نصر الله في مرة من المرات التي لا تحصى في هذه الحالة بمناسبة الذكرى السنوية لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان من توقع أن يسمع ظل شك أو إعادة نظر في القرار للقتال على الأرض السورية خاب ظنه فقد وصل نصر الله خطه الكفاحية ضد إسرائيل وضد معسكر الرابع عشر من آذار المناهض لسوريا في لبنان وسخر من الرئيس على تركه وظيفته ووصل الوعدى لرجاله بأنهم سيدافعون عن لبنان وليس عن الرئيس ولا يزال لا تتمكن تبجحاته من إخفاء حقيقة أن حزب الله يتعرض لضربات غير بسيطة كنتيجة لحربه في سوريا والمثال الأفضل من الأيام الأخيرة هو موت فوز أيوب النشيط المركزي من حزب الله في المعارك في منطقة درع أيوب أبو عباس اعتقل في ألفين في الضفة الغربية احتجز أربع سنوات في السجن الإسرائيلي وتحرر في إطار صفقة تيتم باوم بعد ذلك أدخل هناك عاليا في قائمة نشطاء الإرهاب المطلوبين من مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي أيوب مثل ألاف كثيرين آخرين من نشطاء المنظمة يقاتل في الأشهر الأخيرة في سوريا عدد قتل حزب الله في القتال في سوريا ليس واضحا لكنه يقدر في إسرائيل من نحو أربعمائة إلى خمسمائة نشيط إضافة إلى أكثر من ألف مصاب وبالإجمال يمكث نحو خمسة آلاف نشيط من حزب الله في كل لحظة معينة على الأراضي السورية ليست الصدقة الرائعة بين سوريا الأسد وحزب الله ظاهرة قديمة ذات تقاليد فاخرة هذا حلف دم ولكن بلا جذور تاريخية من هنا فإنه لا توجد وجبات مجانية فبشار مطلوب بأن ينقل إلى حزب الله أفضل الوسائل القتالية التي يتلقاها من الروس والسماح للمنظمة بأن تفعل ما تراه مناسبا ضد إسرائيل في جبهة مثل هضبة الجولان السورية ومرة أخرى الحدود تتشوش بالنسبة لإسرائيل فإن التصدي العسكري ليس في جبهتين مع عدوين بل جبهة واحدة مع كيانين معاديين يعملني الواحدة في جانب الآخر ينبغي أن يضف إلى ذلك منظمة الجهاد العالمي بالطبع الأنباء الطيبة لإسرائيل هي أن في هذه الأثناء على الأقل يواصل حزب الله الغرق في حرب أهلية ليست له طويلة ومضرجة بدماء ويبدو أن الوحل السوري عميق ولزج على الأقل مثل اللبناني ذات مرة نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة القدس العربي حيث نشرت في افتتاحيتها مقالا بعنوان هل تنجح شاحنات حزب الله في انتخاب رئيس في لبنان؟ قالت فيه كان مشهدا سورياليا بحق ذلك الذي حصل الأربعاء الماضي مع تقاطر سيارات وشاحنات لحزب الله وحركة أمل والحزب القومي السوري وجهة سياسية واستخبارات عديدة تغص بمؤيدين لبشار الأسد متوجهين لانتخابه رئيسا في لبنان وبلغ المشهد الغرائبي ذروته مع قيام حرس السفارة السورية بضرب بعض اللاجئين السوريين المزعومين لتخفيف اندفاعهم نحو باب السفارة ليصيح بعضهم جئنا لننتخب لا لنتعرض للضرب والإهانات كما عرضت وكالة الأنباء العالمية صورا لبعضهم وقد تعرضوا لضيق تنفس وإغماءات هذا الاجتياح الاستعراضي يتوازى بشكل فاقع مع وضع الفراغ الرئاسي الحاصل في لبنان والذي يتناقض تماما مع كل ما جرى في بعبدة وقر السفارة السورية في لبنان منها مروجة كبرى لإعلان البيعة لبشار الأسد الأحزاب نفسها التي تحمست كل هذا الحماس المبتذل لإنجاز المسرحية الانتخابية السورية في لبنان هي التي تمنع انتخاب رئيس اللبناني إلا إذا كان نسخة مكربنة من رئيس السوري أو تابعا يدور في فلكه على المستوى الداخلي اللبناني هناك مفاوضات حاليا بين تيار المستقبل من خلال رئيسه سعد الحريري والجنرال ميشيل عن حليف حزب الله وهي مفاوضات حدنا للجنرال موعدا أخيرا لها يوم العشرين من أب أغسطس القادم لكن من غير المتوقع أن تؤدي هذه المفاوضات إلى توافق بين الطرفين لأن الجنرال يستند إلى الوزن الراجح لحزب الله وإيران في مسعى عبثي لكسر الأساس التوافقي لا لرئاسة فحسب بل للوضع اللبناني ككل جربت إسرائيل كسر المعادلة اللبنانية بانتخاب بشير الجميل دون توافق باقي مكونات المجتمع اللبناني فكان اغتياله مقدمة رد فعل لبناني كبير جعل المشروع الإسرائيلي يتراجع خارج لبنان وتلميحات عون وحزب الله بكسر المعادلة اللبنانية لو حصلت فستؤدي عمليا إلى ردة فعل كبيرة تستكمل عملية التصحيح التاريخي للاختلال المبرمج إيرانيا وهو تصحيح يشتغل بمحركات نووية في كل من العراق وسوريا يسمح الظرف بالتأكيد لحزب الله وأجهزة الاستخبارات السورية في لبنان بجمع آلاف مؤيد النظام السوري أو إجبار لاجئين مضطرين لتجديد جوازاتهم على التصويت لبشار الأسد أما فرض الأسد أو تابع له رئيسا للبنان فأمر يحتاج حربا أهلية لبنانية ثانية لفرضه نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة الرأي حيث كتب صالح القلب مقالا بعنوان وثريات حسن نصر الله قال فيه في خطاب ناري وجهه إلى ميليشيات حزبه عبر شاشة عملاقة كالعادة تم نصبها في ساحة مدينة جبيل الجنوبية في ذكرى الرابعة عشر لانسحاب الإسرائيليين من الجنوب اللبناني أكد حسن نصر الله والزبد يتطاير من شدقيه والعرق يتصبب من جبهته على أن النظام السوري ومعه حزب الله سينتصران في الحرب الدائرة في سوريا لكنه لم يذكر متى سيتم هذا الانتصار طالما أن هذه الحرب قد دخلت عامها الرابع وبينما هذا الانتصار الموعود لا يزال بعيدا بعد السماء عن الأرض والغريب أن سيد المقاومة كان أحد كبار مستشار قائد الثورة الإيرانية كان قد قال قبل أيام أن حدود إيران قد أصبحت على شواطئ البحر الأبيض المتوسط عبر الجنوب اللبناني والمؤكد أن هذا المستشار عندما يقول مثل هذا الكلام فإنه يقصد مستوطنة حزب الله الطائفية المسلحة في ضحية بيروت الجنوبية وفي لبنان كله ويشهد هذا على قول حسن نصر الله في وثرياته هذه نحن لا نبحث عن رئيس يحمي المقاومة فالمقاومة هي التي تحمي الدولة والشعب والوطن والكيان وتحمي السيادة وتحمي الأمة يا لطيف والحقيقة أن هذه المقاومة هي التي دمرت الدولة واضطهدت الشعب وأرعبته وأرهبته وهي التي ألغت الوطن والكيان ودمرت السيادة وأساءت إلى الأمة ثم وعندما يقول حسن نصر الله في خطابه هذا إن نظام الأسد وحزب الله سينتصران في هذه الحرب الدائرة في سوريا فقد كان عليه أن يضيف إلى لائحة صناع هذه الانتصارات المعبة كل الشرادم الطائفية التي تم استرادها من العراق ومن أفغانستان وباكستان ومن كل حدب وصوب وبالمقابل فباستثناء داعش التي هي صناعة المخابرات الإيرانية والسورية فإن فصائل المعارضة السورية كلها تؤكد على التمسك بسوريا دولة موحدة ذات السيادة وتؤكد على تأخي كل مكونات شعبها الدينية والعرقية والطائفية كما أنها تؤكد على أنها تسعى لاستبدال هذا النظام الاستبدادي والطائفي وليس نظام الطائفة بنظام ديمقراطي تعددي ونظام علماني لا وجود فيه لأي تدخلات خارجية ولا غلبة فيه لأي طائفة حتى بما في ذلك الطائفة السنية التي تشكل الأكثرية في هذا البلد العربي والذي سيبقى رغم أن في إيران عربيا إلى الأبد وقد حول حزب الله ومعه كل هذه المجموعات والجماعات الطائفية والمذهبية ومعه هذا النظام السوري الذي كان ولا يزال تابعا للولي الفقيه هذا الصراع المحتدم في سوريا من صراع سياسي إلى صراع طائفي نواصل مشاهدنا مع صحيفة الحياة حيث نشرت مقالا بعنوان إنهيار مخزن النظام السوري يقتضي بديلا لا يسميه حاكم متسلط قالت فيه كان مثيرا أن يلتقي الرئيس السوري بشار الأسد قبل بدء حملته الانتخابية بأسابع قليلة العشرات من رجال الدين السنة بعد سنوات من العنف الذي تمارسه قوته العسكرية ضد البيئة الاجتماعية السنية السورية بتقصد واضح أثناء اللقاء كان الأسد يبدو زعيما سياسيا سنيا يدافع عن صحيح الدين وأصوله مقابل موجة من المتعصبين الذين يريدون أن يهمشوا هذه الخلفية الأيديولوجية التي يستند إليها الأسد في المقابل تنسى رجال الدين الحاضرون المجازر والتدمير والتهجير للبيئة المجتمعية التي ينتمون إليها وتلك البشاعات التي مارسها نظام الأسد بحق هذه الجماعة الأهلية السورية بكل قصدية ومباشرة بدلل أنها لم تمارس ضد أي جماعة أهلية سورية أخرى منذ بدأ حكم آل الأسد كانت تمت طبقة من رجال الدين توالي حكمهم شكلت نوعا من الإسلام السني غير السياسي يناهض طيار الإخوان المسلمين بالأساس وكل حركة منظمة تستند على الدين والعصبية المذهبية السنية المناهضة لحكم آل الأسد على منوال طبقة رجال الدين كان النظام السوري قد راكب وراكم شبكة من رجال الأعمال والتجار وصغار الصناعيين طالعين بالأساس من ثلاثي الفساد والتعاقد مع مؤسسات الدولة وشركة مع رجال الأمن وضباط العسكر وبذات تجذر ولاءهم للنظام واستمراريته واستقراره هذه النخاب الرثة التي راكمها نظام السوري بإتقان منذ سنوات حكمه الأولى أقرب ما تكون بتناغمها وشفراتها البيئية وسلوكياتها الجمعية لبنية طبقة المخزن ذلك المصطلح الذي يستخدمه المختصون حينما يتداولون شأن الاجتماع السياسي المغربي ستكون التبعات تهشيم هذا المخزن السوري غير قليلة وغير مأمونة الجانب باعتباره طبقة اجتماعية لكن من دون ذلك لا يمكن احتساب أي انهيار فعلية لمنظومة الاستبداد الأسدية كذلك فإن بناء مخزن سوري حديث وحيوي أمر لا مفر منه فهو فرز طبيعي في كل حراك مجتمعي لكن شرط حدثة هذه النخب كامل في أن السلطة هي التي تستحوذها يجب أن لا تكون ممنوحة ومعطاطا من حاكم ومتصلت يستطيع منحها واستبدالها وسحبها وفق مزاجه ومصالحه بل يجب أن تكون تلك سلطة هذه النخب حقيقية لتؤسس للعبة تصارعي اجتماعي طبيعي متابع مشاهدنا الكرام مع صحيفة الشرق الأوسط حيث نشرت مقالة لطارق حميد بعنوان الأمريكي الذي وصل إلى سوريا قبل أوباما قال فيه لا طالما حذر العقلاء من خطورة تجاهل المجتمع الدولي وتحديدا أمريكا للأزمة السورية وأن الأزمة لن تقف عند الحدود السورية أو حدود المنطقة بل إنها ستطال الغرب وأمريكا وبالفعل حدث ما كان العقلاء يحذرون منه وحصل ما حذر منه الشيخ أحمد الجرباء رئيس أوباما نفسه في البيت الأبيض مؤخرا ففي الوقت الذي كان فيه السوريون العزي ومعهم الجيش الحر ينتظرون وصول المساعدات الأمريكية النوعية لهم لوقف جرائم الأسد والتصدي للتطرف والمتطرفين وصلهم بدلا من كل ذلك أول عملية انتحارية يقوم بها إرهابي أمريكي في سوريا مما يقول لنا إن الإرهابيين الأمريكيين قد وصلوا إلى سوريا قبل أن تصل الولايات المتحدة إلى هناك بالأفعال والدعم الحقيقي فبينما تعهد الرئيس أوباما بأنه لن يرسل جنديا واحدا إلى سوريا بات فيها اليوم قرابة المائة إرهابي أمريكي وبالطبع وكعادة الإرهابيين فإنه حال عودتهم إلى أمريكا فإنهم سيشكلون تهديدا حقيقيا للأمن القومي الأمريكي وإذا كان الإرهابيون الأمريكيون اليوم مئة فقد يزيد عددهم غدا إلى الأضعاف فهل ستستمر الإدارة الأمريكية في حيرتها هذه تجاه السوريا مطولا؟ وهل ستكتفي إدارة أوباما بمنع من يريد مغادرة أراضيها الذهب إلى سوريا أو الاكتفاء بإلقاء القبض على العائدين منهم؟ أم إن الإدارة الأمريكية ستباشر بالتحرك الفوري الجد لمعالج جذور الأزمة السورية بدلا من الاكتفاء بالملاحقة والمطاردة الأمنية للإرهابيين؟ وملاحقة الإرهابيين سواء من عربي المنطقة أو إرهابي أمريكا ليست الحل الأنجع خصوصا أن هناك أعدادا لا يستهان بها من الإرهابيين الأوروبيين المشاركين في القتال في سوريا بل الأهم هو معالجة جذور الأزمة السورية وهي جرائم الأسد فإذا كان الغرب وأمريكا مثلا يريدون الاكتفاء فقط بمطاردة الإرهابيين المتجهين لسوريا فماذا عن الإرهابيين الشيعة الذين يتدفقون إلى هناك قتالا ودفاعا عن الأسد وبرعاية إيرانية سواء من حزب الله أو الميليشيات الشيعية العراقية وكذلك شيعات أفغانستان فكيف ومتى يتم التعامل معهم؟ وماذا عن من يمولهم ويدربهم ويسحر وصولهم إلى سوريا؟ وماذا سيكون عليه حال إرهابي الشيعة بعد انتهاء الأزمة السورية؟ كل تلك الأسئلة المستحقة تقول لنا إنه كلما طال أمد الأزمة السورية دون تدخل دولي وأمريكي جاد في سوريا يبدأ بدعم الجيش الحر لكسر شوكة الأسد والإرهاب في آن واحد فإن الأزمة ستكبر وكذلك تبعاتها وليس على سوريا والمنطقة بل وعلى المجتمع الدولي وأمريكا نفسها نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة العرب اللندنية حيث كتب سلام السعد مقالا بعنوان حرب باردة تغير التوازنات الدولية قال فيه صعدت حدة الصراع بين أوروبا وأمريكا من جهة وروسيا من جهة أخرى بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة في أوكرانيا إذ أطف انتخاب رئيس قوي مستعد للسيد قدما في المواجهة مع روسيا تماسكا كان مفقودا الحكومة الأوكرانية الموالية للغرب هي حرب باردة إذن تلك المندلعة بين الجانبين وفي حين يعتبر البعض أن إقدام روسيا على ضم شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا كانت تاريخا رسميا لبداية تلك الحرب ثم تمن يعتبر أنها بدأت مع اندلاع الثورة السورية ومع المساندة الروسية الحاسمة والمتعددة الجوانب نظام رئيس بشار الأسد ولس ما يحدث اليوم سوى أن الحرب الباردة لا تني تكتسب قدرا متزايدا من حرارات الصدم إذ ارتفعت حدة التوتري بسبب الانتشار الموسع لقوات حلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية فضلا عن العقوبات الغربية على دبلوماسيين الروس مقربين من الرئيس بوتين وهي عقوبة لم يسجل حدوثها حتى في ظل أسوأ العلاقات مع الاتحاد السوفيتي سابقا ربما تحمل تلك العقوبة تأثيرا معنويا أكثر من كونها تمثل خسرة اقتصادية لروسيا لكن الطول أمدها حتى من دون توسيعها ربما يكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الروسي إذ تعتبر الشخصيات التي طالتها العقوبات بارزة على مستوى الإدارة الاقتصادية في البلاد بل إن بعض الممنوعين من السفر والذين جرى حجز أموالهم هم من مالك مؤسسات اقتصادية عملاقة سوف تتأثر سلبا وتؤثر بدورها على قطاعات متعددة في الاقتصاد ذلك أن الاتحاد الأوروبي يستورد نحو 30% من احتياجات الطاقة لديه من روسيا وما يجعل هذا السلاح خيارا غير متاح بسهولة هو اعتماد عدد من دول الاتحاد الأوروبي على الطاقة الروسية بصورة شبه تامة كما تمتلك بعض الدول الأوروبية علاقات اقتصادية متنة مع روسيا في مجالات التجارة والصناعة وخصوصا ألمانيا التي تعتبر دولة قائدة ومؤثرة في الاتحاد الأوروبي والتي تميل إلى التهدئة لتفادي الأثار الاقتصادية السيئة المحتملة على اقتصادها لكن روسيا المنتعشة بالأحلام التوسعية تبدو كما لو كانت تستعد لمواجهة طويلة ومتصاعدة مع الغرب وذلك من خلال تعزيز علاقتها مع الصين في هذا السياق أتت الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الروسي إلى الصين والتي أدت إلى توقيع اتفاق تفضيل الغاز الطبيعي الأمر الذي يؤشر إلى أن روسيا تستعد لحرب بردة طويلة من خلال إنشاء حلف واسع مستعد لتصعيد الصراع وبصورة أقل تعمل روسيا على توطيض علاقاتها بدول عديدة في الشرق الأوسط لضمان موطئ قدم ويدحر الهيمنة الأمريكية هناك فهي لا تزال تحافظ على حليفها في سوريا وتعزز علاقاتها مع إيران نتابع مشاهدين الكرام مع موقع كلنا شركاء حيث كتب فؤاد عليك مقالا بعنوان إيران وسياسة نخر في الجسد العربي قال فيه من المعروف عن الساسة الإيرانيين النفس الطويل والحنكة الدبلوماسية والمراوغة واستغلال الظروف في تمرير أجنداتهم ومشاريعهم استراتيجية بعيدا عن الضجة والصخب الإعلامي والعمل في الظل وإخفاء النوايا معتمدين على مبدأ التقية الديني الذي مرسه لقرون عدة لذلك عندما استلم الملالي السلطة في إيران عام 1979 أعلنوا بأنها الثورة المستضعفين وثورة إسلامية ولا تنحصر جغرافيتها في إيران الإسلامية وإنما سوف تمتد بظلالها إلى كل العالم الإسلامي للتخلص من جبروت الشيطان الأكبر أمريكا وحلفائها الغربيين والجسم المزرع في قلب العالم الإسلامي إسرائيل والذين ينهشون في جسد الأمة الإسلامية وينهبون خيراتها إلا أن الفرصة الذهبية سنحت لإيران لتحرك في الضفة الأخرى وذلك بفتح قنوات اتصال مع إسرائيل بعد الاشتياح الإسرائيلي للبنان وضرب المقاومة الفلسطينية في بيروت بقسوة مفرطة ومن ثم احتلالها وطرد المقاومة منها فعملت على خطين متناقضين ظاهريا لكنهما يكملان بعضهما البعض على المدى الاستراتيجي ولعل أصطع ذليل على هذا ما صرح به صبح الطفيلي رئيس حزب الله السابق ويبدو أنه كان خارج اللعبة عندما قال في خطاب له في بعلبك وفجأة وجدنا أنفسنا بأننا أصبحنا حراسا لإسرائيل ومن ثم هرب إلى طرابلس ومن المناوشات التي تتم في جنوب لبنان بين حزب الله وإسرائيل بين كل فترة وأخرى إلى من أجل إبقاء حزب الله في موقف المدافع عن القضايا اللبنانية ضد الأطماع الإسرائيلية إلى أن ورقة التوت الإيرانية سقطت في بحر دماء الثورة السورية بعد ذلك أتت الفرصة الثانية لإيران عندما قررت أمريكا ضرب النظام العراقي في 2003 وقدمت إيران كل ما هو مطلوب منها أمريكيا للمساعدة في إنهاء النظام العراقي ولسيما أن النظام العراقي فقد كل الدعم العربي له بسبب احتلاله للكويت في 1990 وأفسح المجال للسيطرة الشيعية على العراق وهم حلفاء إيران التقليديين وتحولت العراق اليوم إلى محمية إيرانية بامتياز وذلك أصبح الطريق سالكا ومعبدا من قم حتى بيروت مرورا ببغداد ودمشق وعليه لم يعد غريبا أن نسمع من قائدا عسكري من الحرس الثوري الإيراني بأن هذه هي المرة الثالثة التي يصل إيران إلى ساحل البحر المتوسط وعليه نستطيع القول بأن صراع الدائر الآن في سوريا هو في الجوهر صراعا عربي إيراني وبالتالي ليس من العدل أن يدفع الشعب السوري وحده ضربة هذه الحرب الإيرانية القذرة وتكتفي بعض الدول العربية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري وبعضها الآخر تقف موقفا خجولا والأخرى داعمة للنظام السوري الإيراني في حربهم على الشعب السوري بينما الموقف يتطلب دعما عسكريا وسياسيا وماديا للوقوف معا في وجه التمدد الإيراني الذي لا حدود لطموحاته في توسع داخل الجغرافية العربية نصل مشاهدنا الكرام إلى آخر مقالاتنا في حلقة اليوم حيث نشرت صحيفة العهد مقالا لأحمد دعدوش بعنوان الحق والشهرة لا يكفيا قلفي من أكثر الأخطاء الشائعة سؤا الاعتقاد بأن الحق لابد أن ينتصر تلقائيا على الباطل وأن الله سيمكن للصالحين في الأرض لمحالة وأن القافلة تسير من دون أن تلتفت إلى نباح الكلاب وأن جماهيرية كاتب أو داعية أو إعلامية هي دليل على قبوله في السماء قبل أن يقبل في الأرض إن للنصر والتمكين شروطا عددها القرآن بوضوح تام وليس فيها تمكين الصالحين ممن لم تكتمل فيهم شروط النصر وإن كانوا أقرب الخلق إلى الله على الأرض فأما الزبد فيذهب جفاء فالباطل كالزبد على وجه الماء بكثرته وانتشاره وقد يطفح ويغطي الأرض كلها عندما لا يجد من يقضي عليه وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض فهو باق في القاع محفوظ عن التزوير والتحريف وقد يخفى عن العين إذا كثر الزبد على سطح الماء فالحق لا يسود ولا يطف ولا ينتشر وحده بل يربض في الأعماق متربصا لحظة غوص الباحثين عن الكنوزي لاستخراجه القفل التو تنقاد بيد سائسها ولا تروم سوى غايتها في أبعد نقطة من الأفق ينله نظرها قد لا تسمع نباح الكلاب من حولها وإن سمعتها فستجد في حداء السائس ما يقويها على متابعة المسير لكن تكلب الكلاب قد يشويش عليها أجواء الطرب وقد يعلو حتى يصم آذانها ويطيش بعقها فإن لم تلتفت لترى ما يدري حولك فلن تدرك أن السبعة قد أكلت السائس والركاب جميعها وأنها توشك أن تنهش لحمها أيضا لكل باحث عن الشهرة نصيب منها فمنهم من ينلها تامة في حياته ومنهم من يفوته قطار الشهرة حيا فيدركه وهو جثة ليطوف به أسقاع الأرض وهو لا يدري ومنهم من يشتهر بالشر فيغدو نارا على علم ومن أهل الخير من لا يسمع بذكره إلا أهل بيته وإن كان ممن يستمطر به الخلق ويرزقون يأتي بعض الأنبياء يوب القيامة ومعه صحابي أو اثنان ومنهم من يأتي المحشر وليس معه أحد ثم يقدم موسى عليه السلام ومعه سواد كثير لكن معظمهم لم يهتدي إلى بعد موت نبيهم وحيدا في أرضته وكأن كثرة الصحابة والصالحين حول نبينا عليه الصلاة والتسليم كانت حالا لا تتكرر وكأنها من مزايا تشريفه التي لم يؤتها الله أحدا قبله أو بعده فكثرة الأتباع لم تكن يوما معيارا للحق ولا دليلا عليه وعندما يسود الباطل وتضيع الأمانة وتنقلب المعايير فإياك وفتنة الجماهير بهذا مشاهدنا الكرام تنتهي حلقتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم أشكروا لكم حسن متابعتكم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة